بسم الله والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين تحل علينا بركته ونعمته من الآن وإلى أبد الأبدين أمين آياتنا النهاردة من سفر الرؤية لصحة الثانية آية 11 اللي بتقول من يغلب فلع وزيه الموت الثاني آية اليوم يا أحباي هي وعد من الوعود السبعة لكنيس السبع اللي تذكرت في القسم الأول من إصحاة الثلاثة الأولى من سفر الرؤية واللي كانت مواجهة للكنيسة الثانية من الكنيسة الأربعة اللي تذكرت في الصحة الثانية وهي كنيسة سمرنا من يغلب فلع وزيه الموت الثاني سمرنا يعني المر ودي إشارة لففضة الألام والاستشهاد اللي عاشتها الكنيسة في الوقت ده علشان كده نلقى إن حال الكنيسة إنهم بيموتوا وهيموتوا في المستقبل نتيجة للتعاضات العنيفة فكان الوحي اللي لايه إنه ختم كلامه للكنيسة في الآيات من الثانية إلى الهداشر بوعد اليوم من يغلب فلع وزيه الموت الثاني خلينا نتكلم يا أحباي النهاردة عن من يغلب وماذا يغلب وكيف يغلب وما هي نتيجة ثمرة هذه الغلبة وما هو الموت التاني من يغلب عبارة قرارة سبع مرات في الآيات الصحيين الثانية والثالث زي ما قلنا للكنيسة السبعة لكل كنيسة من الكنيسة وكلام ربنا هنا عن الغلبة والغالب معناه إن في مكافأة وإن إحنا في حرب فهل إحنا في حرب فعلا إحنا في حرب حقيقية لكن حرب روحية وليست جزدانية يقول عنها القدس بولس الرسول في رسالته للأهل آفاسوس صح 6 آية 12 أن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم مع الرؤساء مع الصلاطين مع أجناد الشر الروحية في السموات هدف هذه الحرب يا أحبائي هو جذبنا بعيدا عن الحياة في السموات فهناك من ينتصر ويغلب فيكافئ وهناك من ينهزم فينجذب إلى العالم ويهلك نلاحظ طبعا أن الكلام ده موجه لأسقف ملاك كنيسة سمرنا واللي هو بحسب تقليد كنيستنا هو القديس بولوكاربوس تلميذ القديس يحنى الرائي الحبيب واللي كانوا بيعزبوه هو شيخ كبير حوالي 86 سنة كان بيسلم نفسه لحياة الإستشهاد لدرجة أنه لما أرادوا أنهم يحرقوا حي دخل إلى النار بدون قيد وأطفأ الرب النار وخرجت رواح طيبة من النار فتقدم أحد الجنود وضرب القديس بولوكاربوس بحد السيف لقول جميل جدا ملاك كنيسة ثمرنا أنه لما الطلب منه أنه ينكر مسيحه مقابل أنه ما يموتش قال كده يعني لقد عشته مع المسيح 86 سنة لم يصنع معي شرا واحدا فكيف أخونه في نهاية حياتي ثانيا كيف نغلب أيها الأحبة لكل حرب أسلحة ويجب على عين أن نحن في حروبنا الروحية أن نستخدم الأسلحة طب إحنا عندنا أي أسلحة؟ عندنا أسلحة أشار لها القديس بولوس الرسول في رسالته لأهل أفاسوس حح 6 في الآيات من 13 إلى 18 منها درع البر ترسل إيمان خوزة الخلاص وسيف الروح لازم الأسلحة دي أحب أن نستخدمها سواء في جهدنا السلبي اللي هو الامتناء عن الخطيئة يعني قمعين أجسادنا مقدمين أجسادنا زبائح حية مرضية عند الرب في جهدنا الإيجابي اللي هو العمل بوصايا ربنا زي مصليين بالانقطاع غالبين بدم الخروف وبكلمة الشهادة مصليين مرارا كثيرا كل الحاجات دي محتاجين استخدامها في حروبنا بنقول كده لكل الناس اللي بيقولوا أن الجهاد أو الخلاص يكفي النعمة فقط أو الإيمان فقط للخلاص لا طبعا الكلام ده مش مظبوط لأن لو كان الخلاص بالنعمة بس بالإيمان فقط إيه لازمت أنه بيكرر كلمة أو عبارة من يغلب سبع مرات من يغلب معناها أن احنا محتاجين مع الإيمان العمل والجهاد أن احنا بنخفب على العمل الصالح والأعمال الصالحة يا إخوتي علشان نقدر نحصل على الخلاص من يغلب يا فلا يزيه الموت الثاني أما عن صمرة ونتيجة هذه الغلبة يا إخوتي فالوعد واضح وصريح النهاردة في أيضنا النهاردة أن اللي هيغلب مش هيزيه الموت التاني يعني هيتكون ليه القيامة التانية يعني الحياة الأبداية المسيح الحقيقي أخوتي لا يخاف الموت أبدا بل بالعكس في كل العصور أثبت أن المسيحي دايما كان بيجتهي الموت على قول القديس بولوس الرسول في فليبي واحد آية ثلاثة عشرين ليش تهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا المسيح يا إخوتي ليه في الحياة وعلى الأرض رسالة يتممها ومتى تمها بيذهب إلى مكان الرحل بصوا كده معايا في أعمال الرسول 12 وإزاي هيرودس المالك أنه قتل القديس يعقوب الكبير ابن زبدي أخو القديس يحن الرأي وكان بيفكر يقتل القديس بوترس عشان يرضي اليهود لكن الرب أرسل ملاكه لينقص بوترس طب لو سألنا أنفسنا ليه ربنا أرسل ملاك لبوترس وما أرسلش ملاك لعقوب أكيد أن القديس يعقوب أتم عمله أتم رسالته على الأرض لكن القديس بوترس كان عنده لسه من الرسالة ومن الأعمال اللي كان لازم يتممها علشان بعد كده يذهب للرحل ليتنا يا إخوتي ننقن ونعتقد ونصق أننا غرباء على هذا الأرض جئنا لنتمم رسالة معينة متى أتمناها نذهب إلى مكان رحل المهم أننا نكون من الغالبين المنتصرين لأن من يغلب فلا يزيه الموت الثاني لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين آمين